أقول أنه لما أقول لأذكار الصباح مئة مرة مثلا لا إله إلا الله تقول يعني هل ممكن أذكرها بعد صلاة الفجر أختي أمم حمد بارك الله فيك بالنسبة لأذكار الصباح قال العلماء تبدأ من دخول وقت صلاة الصبح وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وإلا المسألة فيها خلاف فمن أدان الفجر لما يؤدن الفجر يبدأ وقت أذكار الصباح يعني أنت الآن لو بين الأذان والإقامة جبتي أذكار الصباح أتيتي بها في وقتها ولله الحمد والمن تقول إلا أنا متعودة أني أجيب الأذكار هذه بعد الصلاة طيب بارك الله فيك إذا انتهيت من أذكار الصلاة اللي شرحناها قبل شوي واللي أنت ماشى صح فيها ولله الحمد ممكن تجلسين وتأتي بأذكار الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله وتأتي بجميع الأذكار والتعويذات وأيضا الآيات والسور يعني عندك المعوذات تقرأ ثلاث مرات كل سورة قول والله واحد ثلاث مرات قول عوذ رب الفلق ثلاث مرات قول عوذ رب الناس ثلاث مرات ثم تأتي بهذه التهليلات اللي هي مائة مرة تقولينها ولو بعد الصلاة بارك الله فيك لكن تعتقدين بأن هذه أذكار الصباح ولو قلت بعضها بين الأذان والإقامة وكملت بعضها بعد الصلاة أيضا جائز ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر